شارك وفد من تنصقية شباب الأحزاب وسياسيين في الحدث الثانوي ابني مستقبلك بحضور أكثر من 4300 شاب وفتاة في مرحلة ما بعد الثانوية العامة وافتتحت الدكتورة غادى علي عضو مجلس النواب عن التنصيقية جلسة نقاشية بعنوان صنوعة في مصر مشيرة إلى أهميتها لتنمية فكر الشباب نحو الإبداع والعمل والتطوع داخل مصر وأوضحت أن تجربة التنصيقية كأحدى التجارب الملهمة في صناعة التأثير تحت شعار سياسة بمفهوم جديد تعد دليلا على تمكين الدولة المصرية لشباب المؤهلين في السلطات التشريعية والتنفيذية